موسيقى هالأسبوع مشاهدينا مع فرح حريري سنأكل عن كيفية الأكل أو كيفية الدايت أو تنظيم الأكل خلال النهار أهلا وسهلا بفرح مرسي أهلا بكي لينا أكيد بدنا نأكل وما بدنا نأكل هذا السؤال بحير كثير من الأشخاص ما بدي أتروأ بفتح لشاهيتي خلينا أعب لأكل بضعف بأكل وجبي واحدة أخذ النهار كمان أحسن بوقف أكل الساعة سلتي كل هذه طرقات للتنحيف صحيح شو الصحيح منه وشوه صحيح بنا نمشي أكل صاح يعني مثلا نتروأ الصبح لنقول خبز أسمار مع لبنة أو جبنة أو حبش يعني بروتينات أو أجز بيد بروتينات الصبح بتخليك الضينة خلال النهار ونرجع بناخد وراها حبة فوكي حبة فوكي تكون يا ليمونة يا موزة يا تفاحة وبعدين بصير تنطلق على شغلك بالشغل هناك ممنوع يطلبو ديليفوري ممنوع ديليفوري لأن ديليفوري هو سبب من أسباب أنه يزيد الوزن ويبال شو يلقم شو خلال النهار فهولا بدنا نزبطوا وقتهم بدنا نزبطوا وقتهم على أساس يكون في طبخ طبخ بالبيت يعني مثلا رز مع يخنة لنقول كاسة رز مع شي ثلاث كاسات يخنة يخدس بانغ البامية ملوخية هالقصص أو بروتينات يعني لحم سمكة جيج فيهم يأكل كمية ما في مشكلة يعني إذا الظهر أكله بروتينات لأنه شوي بتشبع يعني بتسند البروتينات بيسند قلال النهار وبيجي العشية بيجوا ويأكلوا بثل ترويئة هلأ شوف شو التخبيص بين الواجبات شو سناكس بين الواجبات هيدا هون المشكلة اللي بيلقوها العالم أكتر شي شوفوا فينا نلقمشوا مثلا فينا نلقمش لنقول البوبكورن عشية على التيفي مثلا جات بوشار بس ما يحطوا له ملحه كثير وزيت كثير بيمشى حالو ما ياخدوا بوشار طبع الكرامال اللي مشوفه بالسينما يعني هيدا أطيب شي بعرف بس هو أضرب شي لأنه فيه كتير فيه كتير زيوت وسكريات فياخدوا بوشار العادي كمان هذا كله يعني بس انه ما قالوا عازة هيدول الألوان اللي حطينا فهو البوشار المالح العادي هو هيدا أصبت شيء أصبت حلق لهم ما بينصح يعني هلأ بدون ياخدوا أرنابيت على جنب ما قلنا هذيك بالحلقة السابقة حكينا عن الأرنابيت ليش أنا دايما بحكي عنه بس لأنه كمانا بيشبع هو بيسموه من الكروسيفيرز باشتوز اللي هن ضد الأمراض ضد الكانسر يعتبر الأرنابيت وهو البروكولي فهو أصبت شيء يحطوه على جنب وحده يصاص ويلقمشوها خلال النهار أو مثلا شوية جزر وخيار أو مثلا كامونو جزر وحاموض يعني هيك بلاقوه أنه هي بتصد شهيتهم أوكي أنا مني ضد أنه يشربوا ناس كافي بس ناس كافي ما يكونوا حاطينها كثير سكر حطوا سكر ضايت يحطوا سكر ضايت ما يخافوا من السكر ضايت مش كل الأصناف ما بتسوى في أصناف مليحة يعني إذا بدون يصدوا شهيتهم يصدوا شهيتهم بكباية تانية ناس كافي ما بيأثر طب ويالي بتتعب معكم من ناس كافي لا واحدة أو اثنان يعني بنهار معقول أكتر لا أنا أقول في أشخاص بتقولك أنه هي ناس كافي بيصدلها شهيتة بيقول لها أوكي فيك تأخذي ناس كافي بنهار بيمشي الحال مع شو ما كاما يعني إصدت لها شهيتة خمس ساعات أحسن ما تروح تطلب بيتزا أو تطلب باستا أو تطلب شيء ما له عازي أو تاخذ اللي تفتح البرارة تاخذ القطول موجود يعني طبعا في حلول حلول أخرى في كتير حلول أخرى مسافية تأكل علكي دايت خلال النهار تحط علكي كل ما يكون جعاني والعلكي ما بتفتح الشهية لا لا ببعض الأشخاص بس المعظم العالم لا بتصد الشهية وبتخليك بتلهيك لأن أنت وقتها تعصبة وقتها تكون عندك سترس بديك تعضي على شيء فبتعضي على العلكي العلكي بتنسيك شوي السترس وبتنسيك هام أن أنت تقومي تاكلة أو تتقرمشي على شيبس أو على شوكولات فالعلكي منيحة يعني منيحة كتير بتفيدنا خلال النهار يعني هي البوبكون أو أرنبيت أو الأرنبيت أو الكوفي الكوفي العلكي الماء يشربوا ماء أكيد أكيد بتسمحينهم بالنس كفية مثلا مرة أمارتين بس فنجان القهوة القهوة العربية كمان إذا فنجان القهوة بيسدلون شهيتون أوكي يشربوا في فنجان القهوة كم قديش عدد يعني مرتين ثلاثة بنهار دراست بتقول أكتر أنه حدود ثلاثة ثلاثة فنجين ثلاثة فنجين من يحلل ضد الألزايمر ضد مرض الخرف وهو أنتعي أكسيدن تعتبرو فبيشربوا الحدود ثلاثة أوكي ماكسيمم يعني بس مش أكتر بصير مفوت بالضغط والمشاكل والشاي أخطر والشاي العادي والكوميل مفتوحين أوبن والكوميل والزهورات ما فيهم مشكلة يعني ما بيسدوا جوع يعني ممكن شوي يعني يوقفوا شوي شهية بس الكافيين هو اللي بوقف شهية أكتر هل مش أنه عمشجع العالم عمشجع الحملة كافيين لا بس لا لا أكسب عمشجعهم على الدايت لأن في كثير عالم ما بيروحوا على الدايت كرميل أنه لا بدي يوقف الكافيين صح لأن في كثير أشخاص بيحددو لهم أنه مرة واحدة مثلا مرتين صح فبس ممكن هيك عمشجعهم ذكرت شيء كبيرة بشان الماء هلأ في أشخاص بتقولك أنه هي جعانة هلأ هي ما تكون جعانة صراحة بيكون مثلا عطشانة بس جسمها بعد ما أعطاها هالسيجنل أعطاها سيجنل غلط فهي تطول بلع شوي تروح تشرب ماء جعانة هلأ هلأ جعانة بدي أكل مشرب ماء إذا لقيت حالة بالماء أنا شبعت يعني أنا كنت عطشانة ما كنت جعانة فنحلت المشكلة إما إذا لا ساعتها بتيكل بس أكيد بتنقل هلتية شويتس يعني فيها تأكل ساندويل سعندوش لبنة زعطر كذا هيك بتوقف شعيطة وياللي بيعطيهم جسم منسجنل على الحلو كيك شو بيعملو هلأ هلأ شو بيعملو أوكي بني أكلوا شي بسيط أو مثلا بدي حاولوا يعاودوا عنا مثلا نجيبوا مربا على البيت ملعت مربا ممكن يكونوا مربا دايت أو مربا عادي مع صاندويل يعني مع خبزة بتصدلهم شوية أنا هيدا حلو أكلوا فيهم نجيبوا جلو جلو دايت مثلا كمانا بيغنيهم بيغنيهم عن هالشي فيه مثلا هلأ جوسيز دايت كبيرا فيهم يستعملون أكيد أنا ضد العصير الطبيعي ضد العصير العادي ضد العصير العادي الذي فيه سكر كتير أنا ضد هيدا الشي وكل أصدقى العصير الثناعي العصير الثناعي بيقدر يشرب وهو زيرو شجر بس العصير اللي فيه اللي بيشهدون المعلمات أنا ضدهم أكيد وما تعلموا بلا تكون عنها شيء. من هلأ ما نعطي عصير. من هلأ من هنا وصغار. ما منعودهم على العصير. العصير بيفتح الشهية. وكمان دائما أنا دائما بهذا الموضوع بحكي أنه. العصير المعالبات أو العصير الفريش جوز؟ شو ما كان. هيدا وهيدا. كلهم فيهم لصوف شغر. فيهم عشر ملاعق صغار شغر. بس يفوتوا على جسمك. هيك بيتحولوا. هيك بيفوتوا على الجسم. إن كان هذا ولا هيدا. طبيعي أو المعالبات. فمنحاول. ما يعملوا. هني بيخلوا البانكرياس يفروز أنسولين. بعد أن يفروز أنسولين. الهرمون. شو بيصير عنها. الشغر بيكون بالدم عامل. بيصير بيطلع. بعد شو بيصير بيينزل. بينزل تحت المعدل. وقتينزل. شو بيصير عنها. الكريفينغ فور فوت بيزيد. بيصير بدأ تأكل أكتر سكريات. وهي بكون هيدا. فاتت بالفشيس سيركل. أكلت. رجعت بعدنا. وأعت أكلت و أتابت. وفيت بها المرحلة. سابقا. dynam gebracht من الأساس نحن نوقف سكريات. نوقف السكريات. من يحاول نوقفها. بينما نأخذ نشويات مركبة بي. بس سريعة نوقفها. تسمح لهم يوم فرية؟ نسمح ليوم فرية أكيد. كان لHS فين أي كله ما نعدنيه. قد فيهو設 أن يكون كله اقضية. أوظن نسح لغ Lau 2013 في الدكتر والإنرنة التحرير. أوزن عزمه عند أم ونحميته ونكزه كمانا مرة بالجمعة. حتى ما تلعطو الرجيم. شكرا فرح. ما نشوفك في الأسبوع الموقع اللي حتكون حلقة خاصة لرمضان إن شاء الله. كيف لازم يأكلوا وشو لازم يأكلوا وكل هالأمور هاي دي. شكرا مشاهدينا.